فين قلت له وقال لك ايه لما انت انضمت للنادي الاهل مع اوما يعني المواضيع الشخصية دي بيدات ثقافتكم مختلفة كل واحد حر في قرار اه كل واحد حر في قرار لكن دايما بيشجعوا اللعب عشان يعمل حاجة عاوزها هو يعني مقتنع بها هو بس فلما الواحد بيعمل حاجة لو يعني توفق فيها ولا لا بتبقى حاجة بتاع نفسه يعني لما ما تبقيت توفعش بيتقول لا هو اللي قال ليه هو اللي جابني فبيسيبك انت تختار طريقك اللي انت تحدده اللي هتنجح فيه واحنا بنتمنى لك ان شاء الله بإذن الله كابتن وليد اكيد كمان على المستوى الشخصي جانب الاسري انا عافل انت مرتبط بأسرتك شوية انتباعهم ايه بعدما مضيت العقد بقى في المغرب وفريل قال لي كان هناك زي ما انت قلت كان عنده مباراة امام الوداد انت رحت مضيت العقد انتباع الاسرة ايه اند بص انا عندي اسرة بتحترم جميع القرارات بتاعي وبتعرفني ان لو عملت حاجة بقى مقتنع بيها يعني مش لازم يقولوا حاجة بس انا بعمل حاجة بيقولوا لي ماشي لانت عاوز كده اعمل كده انا على راسنا من فور من دين الحاجات اللي عايز اعرفها منك يا وليد تعرف ايه عن النادي الاهلي يعني اكيد وانت بتمدي اكيد انا عارف والاهلوية كلهم عارفين وفي الوطن العربي وفي افريقيا بالنسبة الانجازات والبطولة لكن مهم جدا نسمع منك تعرف ايه عن النادي الاهلي طب كل الالم بيعرف عن النادي الاهلي مش انا بس يعني بعرف انه فريق كبير اول فريق في نادي افريقيا عنده جماعير كبيرة بتشجع يعني لو في الحلوة وليف في المرة والحاجات دي يعني بتفريق قوي على 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 اللاعبة يعني وبيلعب على بطولات عدة يعني ودايما بيكسب يعني طب اللي أنا عايز أقولولك أنت قلتني جملة عايز أقف عنده أنت عرفت منين على الحلوة والمر لأن الجماهير الأهلي ده شعار ليها على الحلوة والمر معاه أنت مذكر الأهلي بلما تيجي والله طبعا أنا كنت بشوف آخر ماتش يعني ماتش الويداد هما ما بيبطلوش يعني تشجيع هما تتعين دقيقة ودي حاجة حلوة يعني وشوفتوا الماتش ماتش تتويق هنا في مصر ماتش الزمانك؟ لا مش ماتش الزمانك ماتش التتويق هنا ماتش أمبي أمبي بقى فعمله اتنين اتنين أنا تفرق في الملعب ولو عدد إليل يعني كانوا بيشجعوا والله خليني أقول لك على حالة أنت شفت مية من الأهلوية والمية عندنا بعشر تلاف ولو شفت بقى جمهور الأهلي هو بيحتفل في المباريات أنت كلمتني في جزئية مهمة جدا وخلينا نقف عندها أنت بتلعب كورة عشان تسعد الجماهين والجميل اللي فيك اللي انت جاي مذاكر قلتلي الشعبية وجمارية ونادي عايز بطولات والسؤال ده بدري بس لازم أقوله تموحك إيه؟ عايز تعمل إيه مع النادي الأهل؟ بعد اللي انت بتقوله واللي انت جاي مذاكر كل حاجة فيها إيه؟ تموحك إيه؟ والله طموحي مع الأهلي لو أفضلت أتكلم مش هنتعي يعني طموحي كأي لعب يعني عاقي أقدم مستوى خاصة لللاعبين يعني أساعد اللاعبين وعامة للفريق كله يعني أقولك أنا عاوز أي بطولة نلعبها يعني نكسف فيها إن شاء الله بإذن الله وزي ما قلت إلك هو شعرنا أننا نفضل نعمل أي حاجة عشان تبقى تربوا الفريق في الفوق إن شاء الله إن شاء الله حلو التموح ده خليني أقولك كمان خلاص أخدت الأجازة اللي انت قلتلي عليها اسبوع رجعت شفنا لك لقطة مع الكابتن حسام البادري قعد معك قال لك إيه؟ هو في الأول رحب بيه وقال لي دابيتك الثاني من بعد أسرة بتاعك وأنا حبيت الفكرة دي عشان أنا أصلا لما خشيت مع اللاعباء يعني لقيتهم زي أسرة بتاعي يعني والله كله بيرحب وكله بيضحك وكله يعني ما لقيتش مشكل في الأول عشان أتأقلم معهم وكله آه والله ودي حاجة حلوة لأي لعب بيجي يعني من بره يعني ويخش في جروب تاني يعني المودة بتاعته بالتالي